في دقائي أتمنى تكون قليلة نفسي أن نتأمل مع بعض في ثلاث أربع آيات لمدة ربع ساعة وبعدين عندي ثلاث ملاحظات لي أنا شخصياً قبل أن أكون لحضرتكم نفسي نفتح مع بعض رسالة يوحن الرسول الأولى وأصحح ثلاثة ومن عدد 13 وهنقرأ الغاية 18 رسالة يوحن الرسول الأولى وأصحح ثلاثة من عدد 13 لغاية 18 آيات قليلة نفسي نتأمل فيها مع بعض ونعيد ثاني فهمها ستطلع الآيات على الشاشة حالاً أو الكتب المؤدسة التي قدامنا يوحن الأولى 3 من 13 طيب ممكن نستخدم الكتب لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغدكم نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب أخاه يبقى في الموت كل من يبغد أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة ثاني فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق والرسول يحنى يحاول خلال رسالته الأولى بالذات يقدم كذا مرة تنبير على نفس المعيار نفس المقياس نفس البرامتر نفس الترمومتر الذي يحاول يقول كيف نقيس إيماننا إذا كان إيمان فاعل أو لا؟ وكذا مرة يركز أنه إذا لم تحب أخوك يجب أن تراجع أخرى وتختبر أخرى أساس إيمانك لأنه إذا كان لديك إيمان حقيقي يجب أن تحب أخوك وكذا مرة يتكرر إذا لم تحب أخوك الذي تشاهده وكيف تحب الله الذي لم تشاهده ويضع مقياس للإيمان ليس لكي نقيس بعض به لكن لكي يختبر كل واحد إيمانه ويختبر درجة النهضة أو الكسل والتراخي الذي هو فيها أحب أو لا؟ وإذا كان الإيمان هو الساق الشجرة أو جدر الشجرة فالمحبة هي الثمرة هي الثمرة التي تظهر أن الإيمان فاعل أو لا؟ لماذا أريد أن نقرأ مع بعض النص ونتأمل فيه؟ لأنه من يومين ثلاثة في يوم خصصوه للحب وعملوه للحب وزاقوا الناس كل هنا تحب فيه بعض أحمرت شوارعنا بقيت كلها حمرة وكل محلتنا بقيت حمرة وكان أحمرار غير عادي في بلدنا في يوم 14-2 وكل الدكاترة التي تقومون بقيت حمرة أحمرار هناك دكاترة قدامي أحمرار أحمرار يعني التهاب كانت شوارعنا ملتهبة بلاهيب الحب اليومين التي تحدثوا لكن دعونا نتأمل قليلا ونهد قدام الآيتين ثلاثة التي يتكلم فيهم الرسول يحنى في عدد 16 يقول ماذا؟ يقول تعالوا نقرأ مع بعض ثاني تعالوا نقرأ مع بعض ثاني بهذا قد عرفنا المحبّة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفسنا لأجل الإخوة يتكلم عن النوع من المحبّة التي يوجدها أنا أضع نفسي وأبذل نفسي من أجل الإخوة من أجل الإخوة فالمحبّة النفسانية التي تعتمد على المشاعر الملتهبة التي تعتمد على أن أحد الدني مشاعر فأنا أدته مشاعر تانية وهذا يستطيع أن يعملها العالم وهذا الإنسان يستطيع أن يمرسه بكل سهولة ليس فقط الإنسان على فكرة الحيوان بالغريزة يمارس هذا فالكاتكوت أول ما يفقس من البيضة يفعل ما؟ يجري عشان يلتصق بأم الفرخة فمشاعر الحب نحية الأم والأب والأقرباء والإخوة والذين يحبونها وهذه مشاعر موجودة بالغريزة وهذا حب نفساني ولكن الذي لا يستطيع أن يمرسه العالم والذين لا يستطيع أن يمرسه الإنسان الطبيعي هو أن أحب أن أحب الذي يكرهني وأن أحب الذي يسيق لي وأن أحب الذي يعلن أنه لا يحبني وأنني ليس فقط أحبه لكنني أضع نفسي من أجله نعملها كيف؟ الذي يختبر يحنى 3-16 يستطيع أن يعيش ويمارس يحنى الأولى 3-16 يحنى 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل فالذين يعرف أن يختبر المحبة المضحية البذلة من الله الآب في ابن يسوع المسيح يستطيع أن يعيش شحنى الأولى 3-16 والذين يستطيع أن أضع نفسي من أجل الأخوة وليس فقط من أجل الأعداء فإذا لم يختبر 3-16 سنعرف أن يعيش 3-16 سنكمل في 3-18 يقول هذا يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق ونقف قدام هذه الآية ونسأل نفسنا لماذا يحنى والكتاب المؤدس يقلل من قيمة الكلام للدرجات لماذا يقلل من قيمة الكلام؟ لماذا لا نحب بالكلام؟ لماذا لا نحب بالكلام؟ هل هذا كلام قليلة أو ضعيفة لكي نهملها أو نسطح منها أو نقلل من شأنها؟ لا، هذا كلام قوي قوي سأقول لكم مثالين مع أني لدي خمس أو ستة أمثلة علمية جداً في حالة من حالات التوارئ في الطب سأعود أخرى للطب فيها يحدث ارتشاح في الرئة يجب أن المريض الذي لديه ارتشاح في الرئة لا يستطيع أن يأخذ نفسه لأنه هناك مياه في الداخل الرئة سأعود يخبط ويكسر ويرزع لأنه لا يعرف أن يأخذ نفسه كأنه يغرق لكنه ليس يغرق في المياه هو يغرق داخل نفسه لأن المياه تملى الرئتين حتى عندما يدخلوا بي على الاستقبال ونبدأ نبعزين أن نضع له في الاستقبال كانيولة صغيرة ونحقن حقنا بسيطة جداً رخيصة أو يتمنها جنيهات قليلة تجعله يخرج من الحالة ونفاجأ بأنه يقاوم حتى الذين ينقذونه حتى الذين يمسكوا حتى يحقنوا بالمادة التي ستنقذ حياته لأنه في وسط هيجانه وبحثه عن نفس زيادة لا يستطيع أن يميز أن الذين يساعدوا في كل مراجع الطب الأجنبية أول كلمة يضعها في خطوات العلاج قبل أي كانيولة تضع قبل أي حقنة تتعطي قبل أي مونيتور يضع لكي يقيس إياسات الدم المختلفة أول كلمة يضعها في سطر كده وبالبنت العريض ري أشورانس وطي على ودن العيان وقل له أنت هنا في المستشفى ترى كل من حولك اللابسين الأبيض كل ذلك موجودين هنا لكي يساعدوك كل ذلك موجودين هنا لكي يجعلوك تخرج من الحالة الصعبة التي تكون فيها ري أشورانس لو أنت اتكلمت في ودنه وديته كلمتين طمان وأمان هذا أهم بكثير من أنك أنت تدي له أي دواء أو أي عقار بالحق لأنه عندما يهدى عندما يتطمن ما الذي يحدث؟ يستسلم لأدين الأطباء والممرضين الذين يحاولون أن يساعدوه فأول كلمة هدي لا تذهب إلى دراعة لكي تركب كانيلا لا تذهب إلى ودنه لكي تفعل ماذا؟ لكي تكلموا كلاما ينقذ حياته بأنك تهدي هم؟ ري أشورانس لدينا في المستشفيات المصرية هنا عبارة عن ماذا؟ اتنين ممرضين جمدين واحد ينام على العيان والتاني يفرد رائعه بالعافية ونذهب ولكن في الحقيقة لو اتكلمت معي سأحيي طيب؟ التجربة الثانية عكسية يقال عن كلود بيك اللي هو دكتور كلود اللي جلبه محمد علي من فرنسا لكي ينشئ مدرسة الطب المصرية في الخنكة والذي تنقل بعد ذلك القصر العيني الذي يسمى المصرين كلود بيك كلود يقال قرأت هذا في كتوب تاريخ ولا قرأتها في كتوب علمية يعني أنه طلب من الخدوي واحد من المحكوم عليهم بالإعدام والذي أريد أن يجرب به تجربة طبية الدهوني وهو ميت سأجرب به طريقة إعدام جديدة جاء الراجل وغم عنه وركب له إبرة في دراعه وقال له سنموتك جديدة من غير قلم سنسحب من دمك قليلا 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 حتى يمكنهم أن يقوم بالإبرة مقفولة لا يسحبون شخص لكنه يبدأ بالإعدام على ما سمعوا 200 سنتي 200 سنتي 200 سنتي 300 سنتي عندما وصل إلى 500 سنتي يفجروا أن الرجل يحدث له السنين يحصل يزدع آخر 600 سنتي طبعاً هي موتة مؤلمة جداً، عند الرقم ثلاثة لتر الرجل حصل له قلبه توقف عن إنه ينبض لأنه بكل ما تقدر تحيي إنسان وبكل ما تقدر تميت إنسان لكذا كاتب الأمثال أكد دوءة الموت والحياة ما لهم في يد اللسان الموت والحياة في هذه اللسان مزمورة 64 يتحدث عن اللسان الذي يستخدم في القتل في الموت يقول إيه بقى سقلوا ألسنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاماً مرًا حطوا على السهم بطاعهم كلام مر كأنهم حطوا سم على السهم عشان يصير سهم مسموم اللسان ينفع يتحول إلى سيف إلى سهم مسموم يقدر يحيي ويميت الكلام مهم جداً الكتاب يحكي عن الكلام هشع 14 يوصي هشع الشعب يقول لهم كده خذوا معكم كلاماً وارجعوا إلى الرب الشريعة بتقول خذوا محرقات خذوا كباش وثيران زبايح خطيئة لكن هشع يقول خذوا معكم كلاماً كلاماً وارجعوا إلى الرب قولوا له ارفع كل إذن واقبل حسناً فنقدم عجول شفاهنا كتاب المؤدس يقدر جداً الكلام لدرجة أن يقول هاتوا كلامكم زبايح زبايح توبة وإس قدام الرب ادخلوا إلى محضر الرب بكلام ادخلوا بكلام هاتوا كلام وادخلوا محضره وتوبوا بكلامكم لماذا الكلام مهم؟ الكتاب يقول هذا الكلام هو انعكاس الفكرة أحد فكر كاتب المزامير قال ما قال؟ أمنت لذلك تكلمت لأني أمنت لأن هناك فكرة داخلي لأن هناك شيء مؤمن بها لأن هناك عقيدة داخلي أمنت فاتكلمت الكلام هو انعكاس الفكر الذي يدور في ذهني الكلام هو انعكاس المشاعر الذي أحسس به قال كاتب مزمور 45 فاض قلبي بكلام بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك عندما عدت أظن على عظمة ربنا وجدت قلبي يفيد بكلام وأيوب في أصح 7 يقول أتكلم بضيق روحي أشكو بمرارة نفسي النحية الثانية عند أيوب كان عنده مشاعر مرارة كان عنده ضيق في روحه فلما جاء يتكلم لا تكلم كاتب مزمور 45 لكن يتكلم بمرارة نفسي فاض كلامه بضيق في روحه الكلام يدل على فكري الكلام يدل على مشاعري الكلام هو نعكاس آخر لشخصيتي بالكامل عندما يتكلم قدامي فأستنتج أشياء كثيرة جدا من لغته أستنتج مثلا هو مواطن عربي ألماني أو إنجليزي وعندما أعرف عربي جيد من لكنته أستنتج أنه خليجي أو مصري أو شامي أستنتج من لكنته هو من القاهرة أو من الصعيد ومنين في محافظات الصعيد من تون الكلام أستنتج هذا الشخص هادي أو ثائر وغضب من مفردات الكلام أستنتج 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 المستوى التعليمي للشخص أستنتج المستوى الثقافي للشخص أستنتج المستوى الأخلاقي للشخص اللي يتكلم فالكلام هو إنعكاس مراية بتقول كل حاجة عن الكيان اللي جوه الكلام طيب؟ مش بس كده كاتب سفر التكوين يفاجئ الشعب إنه يهوى بيعمل إيه؟ بيتكلم بيتكلم موسى يفاجئ الشعب إنه هو بيقول بيتكلم الشعب خارج من مصر من عبادة أوثان وأصنام كثيرة ومتعود إنه الإله تمثال ليه فم ولا يتكلم ليه حناجر ليه حنجرة بس ليس بينطق بيها وأنه فيه حد دائماً ممثل يتكلم بإسم الإله وعلى لسانه لكن في تالت عدد على طول في بداية سفر التكوين موسى يفاجئ الشعب وقال الله ليكن نور فكان نور يفاجئ الشعب إنه إلهنا مش زي آلهة الأمم لها أفواه ولا تتكلم لكن إلهنا بيتكلم وبيتكلم كل يوم الحاجة القبل الأخيرة في أهمية الكلام بحسب الكتاب الإبن نفسه يطلق عليه إيه؟ الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله والله والكلمة صار جسداً وليس تسمى هذا الاسم لأنه هو الذي خبر لأنه هو الذي كان في الحد منذ الأزل هو الذي خبر هو إنعكاس عقل الله وهو إنعكاس أفكار الله وهو إنعكاس مشاعر الله وهو إنعكاس مقاصد الله وهو إنعكاس خطة الله لحياتنا وخلصنا هو الذي خبر بكل شيء عن شخص وشخصية الله هو الذي خبر عن الأب فبقى اسمه الكلمة آخر حاجة الروح القدس واحدة من وظيفه وأعماله الواضحة جداً لذكرها الكتاب ثلاث أربع أو خمس مرات أنه عند افتتاح الفم يعمل إيه؟ يعطي كلام فالأب يتكلم والابن هو الكلمة والروح القدس يعطي كلام وبعد كل هذا يحنى يأتي ويقول لا نحب بالكلام لماذا هذا التناقض؟ لماذا هذا التناقض؟ لكن ما هو يحنى أصده؟ ما هو يحنى أصده؟ يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان ولكن هناك كلمة موجودة في الترجمات التفسيرية المفروض أننا نفهمها من ضمن المعنى وهي فقط لا نحب بالكلام ولا باللسان فقط بل بالطرق العملية بصدق لا نحب بالكلام فهو لم يقل أننا لا نحب بالكلام لكنه قال لا نحب بالكلام فقط حسنا في القرن الـ 21 في عصر السرعة في عصر التكنولوجيا ما حدث؟ 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 لبعض بالكلام بطلنا وقفنا خالص من شهور وليلة ادعايت أنا وهيدي مراتي عشان نكون بنغدم مستشبابي عددي وسنوي في مؤتمر في واحدة من دول الخليج ولقينا مية مية وعشرين شاب من عددي وسنوي موجودين في مؤتمر واحد وده رقم أذهلنا بصراحة أنا كنا متوقعين هنلاقي عشرين تلاتين شاب ولا حاجة لقينا عدد ضخم جدا من المراهقين والشباب تقريبا مية غير الخدام بتوعهم لأنه ما فيش بيوت مؤتمرات المؤتمر كان موجود في قوتيل في فندق كعادة كل المؤتمرات التي تتعمل هناك ونحن نتكلم عن من ينظم المؤتمر أول ما وصلنا سألناهم وكيف باقي الضيوف اللي موجودين في باقي الزباين اللي موجودين في القوتيل سيستحملوا ميت شاب وشابة من عدادي وسنوية مليانين بالنشاط والحركة سيقلبوا القوتيل إلى سوق سيقلبوا خبط ورزع وتنطيط كيف سيستحملوا الناس فكانت إجابته غريبة وقال لي استنى بس كده نص يوم وانت هتعرف واستنيت نص يوم وفجأت انه جيل كامل بنخلص التسبيح بنخلص التعليم بنخلص المناقشات وبعدين نخرج في أوقات البريكس وأوقات السمر وأوقات الراحة وأوقات المفروض سنقوم بها مع بعض أنشطة وأنتكلم مع بعض وأنتعرف على بعض فجأة المنظر الآتي ميت واحد تقريباً 98 أو 99 واحد منهم فتحوا موبايلاتهم والآيباد وكل واحد حط السماعات في وجوده وعمل وانطلق لكي يعيش حياته لوحده وكلهم موجودين في القتيل كلهم بالجسد جنب بعض ولكن في الحقيقة هم مهتمين أنهم يكلمون بعض في عصر التكنولوجيا بيصحق أجيال جديدة بقيوا موجودين مع بعض لمدة ثلاث أربع تيام ولكن هم يمكن ما عرفوش أسماء بعض هم من كناس مختلفة ما عرفوش أسماء بعض لأنه في كل وقت فراغ ممكن إيه اللي بيحصل الموبايلات بتتفتح وكل واحد في العالم الخاص بتاعه جوه الكابسولة بتاعته مش عارف اسم اللي جنبه اللي قاعد معا على نفسك كنابها قائد من القدر في يوم الأيام بيقول المطعم بيقول لنا فيه ثلاث اختيارات في الأكل أكل اسمها كذا وأكل اسمها كذا وأكل اسمها كذا والثلاث أسامي يعني أسامي ما تدلش على الأكل اسم كذا مختار القوتيل حاجة يعني ماركتين كذا فرقعة وفجأت تاني انهم كل واحد بيمسك موبايل وبيعمل ايه؟ بيسرش بيجوجل اسم الأكل ايه؟ وبتكوون بدل ما حد يرفع ايدي ويسأل القائد هو الأكل دي في ايه؟ بدل ما يسألوا بعض هو الأكل دي في ايه؟ أكتر من نصهم فتحوا الموبايلات وبدأوا يدوروا وعلى ما هي الأسامي وما هي المكونات والغريب أنهم لقووها لقووها موجودة 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 في عصر السرعة في عصر ضغطة الوقت في عصر التكنولوجي في عصر كل واحد في حاله وفي شاشته في عصر في نفس العربية ركبين عيلة واحدة ولكن لا نتحدث مع بعض ولا حتى نسمع شيئا واحدة على الكاسد أو السيدي العربية لكن كل واحد فينا يسمع شيئا يسمع شيئا الواحد 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 كثيرا من برامج تدريب الأمهات وبرامج تعليم الأباء التربية يقولوا الأمهات اهدوا لأنوا اكتشفوا أن أمهات كثيرا تعاقب أطفالها على عدم الطاعة وعدم سمع الكلام لأنهم يأتيوا على باب القوضة أو من قوضة تانية ويقولوا للطفل حاجة والطفل يكون مركز في شاشة من الشاشات فيقولوا له الحاجة يرجعوا بعد خمس دا يلاقوه مع ملهاش فيتعاقب فيروح للكورنر أو يتضرب أو يتحرم من شيئا وبدأوا يوععوا الأباء والأمهات أنه اللي قاعد قدام الشاشة هذا ليس سمعك أصلا ليس سمعك ليس سمعك هو لا أصد أنه يطنش أو يكسر القواعد أو لا يخضع أو لا يطيع لكنه ليس سمعك أصلا هو في كابسولته وفي عالمه الافتراضي هو مركز بكل حواس وفي الحاجة التي تتقال أو تتعامل أمه أو تتفرج عليها لدرجة أنه عندما عديتي في القوضة لا أعرف أنك عديتي عندما أتكلم هو لا أسمعك لذلك يقول للأمهات والأباء افصل التواصل البصري بين ابنك وبين شاشته وضع ايدك بين عيني وبين الشاشة وبعد ذلك يبدأ يتكلم معه لأنه غير هذا لا يشعر بك لا يشاهد لا يشاهد كذا مرة كذا مرة ليس مرة واحدة أدخل على أولاد أختي بيتهم الأربعة وأسألهم ماما موجودة فالإجابة من الأربعة تكون لا يشعر هم لا يشعر أمهم في البيت ولا لا 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 لأن السكن جنب كلية اللاهوت وهي تنزل كذا مرة في اليوم لكن وصلوا المرحلة هم لا يشعر أمهم في البيت ولا لا وكنت أشارك مع مراتي أنه لما كان أبوي وهو أسيس وأمي ينزلوا زيارات ويسيبونا بالأربعة خمس ساعات أنا وأختي في البيت لوحدنا كنا طول الوقت نحن بأبضة وإحساس عدم أمان لغاية لا يشعر لا يشعر إلى البيت بابا وماما الآن هناك أجيال لا يشعر بابا وماما موجودين في البيت ولا لا ونضطر ندخل ندور بنفسنا موجودة في البيت ولا ليس موجودة هل يستطيع أن نتخيل هل يستطيع أن نتخيل كيف نقعدين جنب بعض بالجسد لكن كل واحد في كابسولته كل واحد في حتته كل واحد مع نفسه في الشوارع وفي الأشغال وفي البيوت ظهر قوي في الأجيال الجديدة لكن بعد قليل سيبقى كل المجتمع كل العالم فالحقيقة أعتقد أن يوحنى لو كان موجود النهاردة في القرن الواحد وعشرين سيقول ماذا؟ لا أحبه أحبه بالكلام أحبه أحبه عبره تواصله 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 اتكلمه اتكلمه مع بعض في عصر كان الناس لا يوجدون غير الكلام يعودون مع بعض طول الوقت لم يكن هناك شاشات لم يكن هناك اختناقات مرورية لم يكن هناك ضغط عمل لم يكن هناك ضغط وقت كانت الناس طول الوقت قعدها بتتكلم 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 وتتواصل مع بعض قال مش كيف هي الكلام لازم العمل والحق لكن في عصر احنا في محتاجين قوي نرجع تاني نتكلم مع بعض نعبر عن مشاعرنا لبعض نعبر عن امتنان لبعض نعبر عن تشجيعنا لبعض نرجع تاني ألسنتنا تتكلم بكلام تشجيع ومحبة وقوة ونصح دي أول ملاحظة كنت عايزة معهم نريجب أن نرجع تاني نجيب الولادنا ونعبر لهم بما نحبهم ن��عب نجيب شركاء حياتنا ونعبر لهم عن امتنان لوجودهم في حياتنا نجيب شركاءنا في الخدمة ونعبر لهم عن امتنان نحن نخدم مع بعض ونتعلم من بعض نرجع لكgende ونعبر لهم عن محبتنا وتشجيعنا لهم نريجب أن نعيش ونرجع عمل صغر عندي في ظاهرة ثانية تملك مجتمعاتنا وعالمنا في القرن الواحد وعشرين وهي ظاهرة الاستهلاكية بقى التفسير المعاصر العالمي الاستهلاكي للآية دي يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق الترجمة على طول العمل والحق دي إلى إيه؟ إلى تعبير ما عن محبة ما بحاجة غالية جدا أقدمها كهدية مش لازم هداية هداية ملموسة لكن بحاجة غالية جدا أقدمها للحد اللي أنا بحبه هاخد مثل فأنا عايز أدخل ولادي أغلى مدرسة ممكن يسمح بيها دخلي أو حتى ما يسمحش بيها دخلي بس أنا عايز أدخلهم أغلى المدارس وأحسن المدارس حتى لو أنا هتدين حتى لو هتضغط ماديا طول الوقت لغاية ما يتخرجوا مش عشان الناس هيقولوا إيه أو عشان المقارنات مع الآخرين هيقولوا إيه لكن أنا جواي جوا نفسي هحس بإني لو ما دخلتهمش أحسن حتى وأغلى حتى مالي مأثر في حقه مأثر في حقه مجتمع استهلاكي نجح أنه يقنعنا أنه أنا لو بحب حد قوي أنا لازم طول الوقت أكون بعمل إيه بديله تعبيرات مادية قوية جدا فأنا لو بحب شريك حياتي جدا 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 أنا لازم أجيب أغلى شبكة في الدنيا بأكبر فص في الدنيا بأغلى حاجة في الدنيا أنا لو بحب أولادي لازم أغلى مدارس في الدنيا أنا لو بحب حد لازم أجيب له مفاجأة قوية كهدية قوية وقسموا السنة لمواسم فالكريسمس يأتي وراء على طول الفالنتاين يخلص الفالنتاين تأتي حفلات التخرج وأعياد الميلاد وأعياد الجواز وفي آخر الصف قوة الشرائية تنخفض فنعمل بلاك فرايدي لكن المهم أن نعمل مواسم كثير 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 والناس تعمل ماذا؟ تشتري كثير 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 لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك عشرات الألاف من المصانع في مئات الشركات العبارة للقارات تنتج يومياً أطنان من المنتجات التي يجب أن يحصل لها ماذا؟ يجب أن تتسوق يجب أن تتباع فالذي نجح في العالم هو أن يجعلنا نربط بين الحب وبين السلع المادية والمشتريات المادية فإن أريد أن أعبر عن حبي وامتناني لأولادي يجب أن أكون موت نفسي وأكسر ميزانية بيتنا وأدخل في ديون وأدخل في كريدت كارز أريد أن تسدد وأدخل في مجرد أن أجعلهم طول الوقت يسكنوا في أغلى شيء ويروحوا أغلى شيء ويلبسوا أغلى شيء ويروحوا أغلى بينما أولادنا يمكن لإحتياج الحقيقي الذي لديهم أن أحد يقعد معهم ويقول لهم نحبكم بينما أطفالنا اللغة الواضحة الأكثر للحب أنهم يتحدنوا ويتلمسوا كل يوم عدة مرات ونحن لا يفضلنا ونحن مرهقين جداً جسدين ونفسيين بينما المرهقين الذين عايشون معنا في بيوتنا وولدنا أهم عندهم جداً أنك تخصص له وقته وأنك تقعد معه وأنك تسمعه وأنك تشاركه كل ظروف حياته وأنه حركة مثل عندما يتكلم معك تطفى التلفزيون مهما كان الموتش الذي أتفرج عليه مهم ولا الخبر الذي يتقال في الأخبار مهم أطفى التلفزيون وأبصره في عينك وأقول له أنا أضحي بشكل وأنا أريد أن أتفرج عليها لكي أقعد معك هذا يوجد في الدنيا وليس فيها هذا يوجد في الدنيا وليس فيها يحتاج أن يرى أبوه أو أمه يضحوا بوقت ويضعوا عينهم في عينهم بأي كونتكت واضح لكي يسمعوهم ويفهموهم ويقربوا منهم في الضغط الاستهلاكي الذي نحن فيه في القرن الواحد وعشرين الكنيسة لديها اختيار من اثنين يتقود يتتقاد هنمشي وراء العالم ومبادئه وقوانينه وتقوسه هنعلم بحياتنا ليس بكلامنا أنه إن كان لنا قوت وكسوة فل نكتفي بهم المواسم الكثير التي عملت عدي وربعا غرقتنا في عقيدة جديدة وديانة جديدة اسمها سلع أكتر معنى أن أحبها أكتر آخر ملاحظة التي نفسي يأخذ فيها دقيقة واحدة يكتب بولس لتلميزه تيتوس يقول له تكلم بهذه وعظ ووبخ أشكركم الناس اللي حافظة تكلم بهذه وعظ ووبخ أصلا هو المحبة اللي نعبر عنها بالكلام المحبة اللي نعبر عنها بالكلام هناك وقت ونحن نتعامل مع أولادنا هناك وقت كبير يجب أن نقدم محبة لكن هناك وقت يجب أن نقدم تقديب يجب أن نقدم توبيخ ف أمتى أفتح بققي فأخرج كلام تشجيع وأخرج كلام حب وأخرج كلام سندة وتعديد وأمتى أفتح بققي وأقول لابني وبنتي أو اللي بخدمه أو اللي بخدمها لا لا هناك شيء غلط أمتى وعظ وتشجيع وأمتى توبيخ أمتى أختار أعمل كده وأمتى أختار أعمل كده أمتى اللي ساقط في خطيئة وجيها أترف لي ويحكي معي وأصلي معي وأشجع وأمتى أقدي له كلام توبيخ أمتى 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 مجموعة الخدمة بتاعتي اللي بخدم وسطيها أديها كلام تشجيع ومحبة وأمتى لا لازم يكون فيه وقفة أمتى أختار أمتى أعمل كده وأمتى أعمل كده أمتى جوزي وهو جوزي ده يعني سهل القصة لأنه توبيخ طول الوقت ليس كده أمتى شريك حياتي أدي له كلام تشجيع ومحبة وأمتى أدي له كلام توبيخ توبيخ كيف يفعل هذه الخلطة كيف يمكن أن أثبتها صح يجب أن أذهب إلى اللي عنده سر الخلطة للعدل والرحمة التقوا عنده للعصى وعنده العكاز العصى للتأديب والعكاز للسندة للسندة والتشجيع لازم أروح للشخص الذي يعرف يديني حكمة في الكلام أمتى أخرج كلام محبة وأمتى أخرج كلام توبيخ في المحبة في المحبة في المحبة في المحبة نحب نحب بعض ونعبر لبعض بطريقة صحة في المجتمع مليان تكنولوجيا وتفصلنا عن بعض في المجتمع استهلاكي جدا حط ضغوط قوية جدا علينا وعلى أولادنا لازم نعبر صح نقول الكلام المناسب في الوقت المناسب نعملها ازاي؟ تاني محتاجين نرجع لمصدر المحبة محتاجين نرجع للحد من يعرف يدي سر الخلطة إمتى نشجع ونحتضن ونطبطب وإمتى نضع وقفة نضع وقفة في علاقتنا ونضع حدود ونضع المتس يا أولادي لا نحب بالكلام بس ولا باللسان بس ولا بالعمل والحق بس محتاجين كمان نرجع نعبر نغمض عنينا آسف إذا كنت طويلت لكن دعونا دقيقين الذين نطلب منه إملانا إملانا بمحبتك فنعرف نعكس محبة مختلفة لكل الآخرين حتى الوحوش الكسرة الأسود والضباع تتجمع في جماعات وعرف تحب بعض لكن نحب محبة مختلفة ليس محبة نفسانية من مشاعر إنسانية لكن محبة روحانية جاية من عندك فوق فلما نختبر عمل اللي بذلته وصحقته من أجلنا نعرف نضع ونبذل أنفسنا من أجل الآخرين يا رب علمنا تاني نرجع نفتح أفوهنا بكلام تشجيع لبعض بكلام نصح لبعض بكلام تقوية وسندة وتعديد لبعض علمنا نرجع تاني نعز نعز نشجع ليس نعز نوبخ ليس نعز ننتقد ليس نعز نشوف كل ما هو سلبي يا رب علمنا كيف نعبر عن محبتنا الأقرب الناس لنا ليس بسلع مادية لكن باهتمام حقيقي من القلب يا رب علمنا إمتى نحتضن؟ إمتى نشجع؟ وإمتى نقف وقفات مختلفة؟ يا رب ما نعرفش نعمل كل ذا لوحدنا لكن يا رب نيجي عندك أنت عندك يا رب الرشدة أنت عندك يا رب الوصفة أنت عندك يا رب سر الخلطة أنت تخلي قلوبنا تفيد تفيد بكلام من روح وروح المحبة والقوة والنصح نرجع نحب بعض من كلوب صادقة مليانة بمحبتك أنت نحن نصلي من أجل أولادنا من أجل بيوتنا ومن أجل عائلتنا من أجل كنيسنا ومن أجل لجان خدمتنا ومجموعات خدمتنا نحن نصلي من أجل فيد حب إلهي مختلف غمر حب إلهي روحاني مش حب مشاعر نفسية تعالوا نصلي تاني إلهي بقلوبنا بحبك فنعرف نحب الآخرين زي ما أنت حبتنا تعالوا نشعل قلوبنا بروحك فنعرف تفيد شفاهنا وأفوهنا بكلام تشجيع وتقوية وتعديد تعالوا أملك تاني يا رب على مشاعرنا على أذهلنا على ذوتنا أعطوا بن أسيس سامح نكون بيختم لنا بالصلاة يا رب بنشكرك من أجل وقفة مع نفسنا وقفنا قدامها النهاردة أشكرك يا رب لأن دعوتنا أن نراجع نفسنا يمكن يا رب نكون بنحب بطرق العالم أو بالطرق التي يفرضها علينا العالم لكن يا رب نحتاج أن نرجع للطريقة التي تريدها نحب يا رب بعضنا البعض كما أحببتنا أنت يمكن يا رب طرق العالم تكون مكلفة مادية لكن ليس مكلفة يا رب من المشاعر لكن نحتاج أن نتعلم نحب بالطريقة التي تحبتنا بها يا رب تحدي صعب أن نحن نمارسه في علاقتنا مع أقرب الناس لنا تحدي صعب أن نحن نمارس هذا الأمر في علاقتنا مع بعضنا في الخدمة في الشارع في الشغل في البيت لكن يا رب ننتظر معونتك لنا الذي تساعدنا يا رب أن نحن نحب كما أحببتنا بارك يا رب كل أسرة ممثلة فينا وساعدنا يا رب أن نعيش هذا الأمر في حياتنا الشخصية أولا في علاقتنا أو في علاقتنا القريبة داخل أسرتنا لكي نستطيع أن نعيش بها بارا بارك يا رب بعبدك من كلمنا استخدموا دائماً لمك دي اسمك أمين